السلام عليكم ورحمة الله اليوم مع الجيد في الرياضيات المستوى الرابع بتدائي الصفحة 39 المضاعفات والقواسيم multiple and divisors نقوم بتصحيح التمرين الثلاثة بعد ان تصحيحوا من خلال الفيديو اكملوا كتابة المضاعفات العشرة الأولى للعددين 4 مضاعفات العدد 4 هي تعلمنا في الفيديو السابق أن المضاعفات 4 يجد الضرب في الرابعة أو نضيف بالربعة سفر 4 8 نزيد 4 هي 12 نزيد 4 16 نزيد 4 نزيد 4 ثاني نزيد 4 ونزيد 4 1 جوش 3 4 5 6 7 8 9 10 مضاعف العدد 6 نفس الشيء سفر 6 12 ونضيف دول الضرب 6 3 8 6 4 6 5 6 6 6 6 7 6 8 6 9 بحال بحال اكتب المضاعفات المشتركة للعددين 4 و 6 نضيف المضاعفات المشتركة نضيف المضاعفات نضيف المضاعفات المشتركة نضيف المضاعفات المشتركة على الأقل 24 36 0 12 24 36 الآن اكتب المضاعف المشترك الأصغر والذي لا يساوي صفر إذن الصغر مضاعف مشترك هو 12 مشترك ألاحظ الكتابات الضربية للعدد 32 عدد 32 هي 1 في 32 تساوي جوش في 16 وتساوي 4 في 8 أكتب جميع قواسم العدد 32 إذن هذه القواسم هذه الطريقة للقواسم إذن كن 1 أكتبهم بالترتيب 2 4 ثم 8 16 32 الآن أكتب جميع قواسم العدد 36 بنفس الطريقة 36 1 ضرب 36 2 ضرب 18 3 3 ضرب 12 4 ضرب 9 و 6 ضرب 6 إذن هذو ما القواسم جوج 4 6 6 ضرب 6 10 عنده عشرة القواسم إذن لابعنا قواسم عدد نبحث عن عدد في عدد يطينا 36 هذه هي القواسم الآن أكتب القواسم المشترك الأكبر للعدد 32 36 إذن هنا القواسم 36 إذن هما 1 نتحدث عن عدد نقوم بترتيب جوج 3 4 6 نقوم بتقرير 9 12 18 36 36. اذا اكبر القاسم المشترك الاكبر كين واحد كين اثنان كين اربعة اربعة وكين اربعة لان الست لا يوجد هنا سعود لا يوجد 12 لا يوجد 18 و 30 اذا القاسم المشترك الاكبر للعدادين و 4 نعم لهي القاسم المشترك الساكد 8 يوجد 48 و يحمي المشترك chacun نكمل هذه القاسم المشترك 48 و 1 48udent و لانا 24 و نقوم بحق المشترك تضعيني الـ 24. 48 قسمتها على 3 تضعيني 16. إذن 16 في 3. 48 قسمتها على 4 تضعيني 12. 48 قسمتها على 6 تضعيني 8. إذن الـ 48. 100. 1, 2, 3, 4, 6. 8, 12, 16, 24, 48. إذن الـ 48. تضعيني الـ 48. تضعيني المتساوية 21 هي ثلاثة في سبعة. وكملوا الجملتين باستعمال مضاعف أو قاسم مكان النقاط. العدد 21 هو إذن 21 كبر من سبعة. إذن مضاعف. مضاعف ليس حاجة كبيرة. إذن 21 هو مضاعف للعدد السبعة. ثلاثة صغر من 21. إذن العدد ثلاثة هو قاسم للعدد 21. إذن لكان صغر منه ره قاسم. كان كبير العدد ره مضاعف. العدد 21. 21 كبر من ثلاثة. إذن العدد 21 هو مضاعف للعدد ثلاثة. العدد السبعة. السبعة ره صغر من 21. إذن سنقوله العدد السبعة هو قاسم للعدد 21. الآن أكتبوا قواسم العدد 21 جميعها. إذن قواسم 21 كان ثلاثة في سبعة. وكان 21 في واحد. ستضعين. واحد واحد وعشرين. واحد في واحد وعشرين. واحد وعشرين. وكان ثلاثة في سبعة. ثلاثة في سبعة. واحد وعشرين. إذن قواسم العدد 21 هي واحد وواحد وعشرين. ثلاثة وسبعة. هذا كان الأمر سهل جدا. لو أردت القواسم في عدد أعطيني 21. 21 في واحد. سبعة في ثلاثة وواحد وعشرين. إذن القواسم هما هذا. قواسم ستة. كنقلب على العدد يعطوني ستة. كين ستة في واحد. وكين ثلاثة في اثنان. إذن قواسم ستة هي ثلاثة واثنان وستة وواحد. نتمنى تكونوا استافتوا. هكذا نكونوا كمنوا صفحة 39 من الجيد في الرياضيات المستوى الرابع اعتدائي. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.